ضمن الاجتماعات الدورية لمتابعة بقى خطوات دعم ملف الصناعة عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية وأشار مدبولي أن العمل على توفير الأراضي الصناعية بيسهم في جلب مزيد من الاستثمارات الجديدة مشيراً في هذا الصدد إلى اللقاء الذي عقدوا أمس مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك وتم خلاله بحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية والتوسع في الاستثمارات القائمة بالفعل مكلفاً بسرعة توفير الأراضي الصناعية التي طلبها عدد من المستثمرين الأتراك خلال اللقاء الحقيقة أنت أنا بتشاهد أن الحكومة بتتحرك في مجالات كثيرة جداً يعني دكتور مصطفى مدبولي يمكن كمان من يومين كان موجود في المنطقة في المحلة ومصانع الغزل والنسك وأنا الحقيقة عجبني في اللقاء حاجة عجبني بأنه أنت تتحدث الآن الحكومة مش بس على الاستثمارات ولكن على طريقة إدارة المؤسسات الكبيرة وإدارة المصانع الكبيرة لأنه الإدارة الحديثة هي اللي بتخلي عندك منتج متميز وبتخلي عندك أداء زمني تقدر تخرج به بمنتج متميز وده اللي بتسعى للحكومة بشكل كبير إنه مش بس إحنا دلوقتي بنشتغل في استثمارات أو إن إحنا بنفتح أفاق كمان إن القطاع الخاص يدخل أو إن إحنا نشجع كمان المؤسسات الدولة نفسها ولكن فكرة الإدارة الحديثة الإدارة الحديثة بكل ما فيها جداول زمنية دقة أرقام معلومات جدية إتقان كل ده بيخلي فعلا المنتج اللي أنت بتشتغل عليه منتج مختلف في النهاية لكن الترهل والقدم والطريقة اللي هي بتاعة إدارة الأشياء بالبركة وإن شاء الله نعديها كل الكلام ده جميل جدا ولكن ده لم يعد يعني يصلح في مصر الحديثة بأي شكل من الأشكال ببقى سعيدة كمان لما تكون الحكومة مترجلة يعني إيه مترجلة؟ يعني بنشوف دلوقتي يعني سيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بنفسه بيتجول وبيبقى موجود في المصانع وموجود في أماكن كثيرة لأنه مش بس إن إحنا نبقى موجودين في الاجتماعات لكن على أرض الواقع الصورة بيبقى شكلها مختلف وأيضا الحوار شكله مختلف وإنه كمان يدلي بمعلومات من أرض الواقع توصل للمواطن في كل مكان أعتقد حيبقى فيها دقة شديدة جدا